السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم احب الاول ارحب بكل المشتركين معي في القناة وبرحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة ما تنتوش اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد واللايك والشير لو الفيديو عجبكم ان شاء الله النهاردة هنقول الكراءة لبرج الميزان ان شاء الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا برج الميزان هنشوف الاول الطاقات الموجودة برج الميزان شايفت طاقة نارية الهوائية اكتر حاجة شايفة قدامي بس لو فتحت بعد كده على اي حاجة تاني هقول طبعا عايز اشوف دلوقتي حكايتك ايه برج الميزان مع كل طاقة فيهم شايفا الاول طاقة برج الميزان في شهر يونيو لمنتصف يوليو او في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي شايفاها هي التحرر شايفاك بتتحرر من كل حاجة بتاعك خطواتك يا برج الميزان شايفاك الفترة دي كمان بتفكر كتير قوي بتفكر كتير جدا تفكير جوا تفكير ومتردد في اتخاذ قرارات كتير بالذات من الناحية العاطفية شايفاك في خطوة مش قادر تقدم عليها يعني ممكن تكون هي دي سبب التفكير الكتير اللي عندك يا برج الميزان انت ان هشوف ايه الحكاية انتو برج الميزان انت تقريبا مش بتنام في قداني انا في قداني دلوقتي يعني شايفا سيناريو برج الميزان وده عشان نكون متفقين مش هينطبق على الكل طبعا انا في كل قراءة بحضر نفسي وبحضر طاقتي لبعض الاشخاص اللي هيشوفوا الفيديو واللي هيكونوا متواصلين معي او طاقتهم متواصلة معي نبدأ الحكاية او نبدأ السيناريو اللي انا شايفا قدامي يا برج الميزان يريد تقدروا اني بقول الكراءة اللي انا شايفاها عشان التعليقات لان الكراءة بتبقى امانة ومقدرش اقول حاجة غير اللي انا شايفاها برج الميزان انا شايفا هنا في علاقة ثلاثية في علاقة ثلاثية فيها حب كبير جدا شايفا قلبك مجروح جدا شايفاك متكتف مش عارف تاخد اي خطوة في العلاقة دي العلاقة اللي انا بتكلم عنها هنا دي بالشكل ده هي مفيهاش تواصل بس انا شايفا انكم بتتواصله مع بعض روحيا عند بعض العلاقة دي ممكن تكون سرية هي بما انها ثلاثية فهي سرية بس انا بتكلم كمان هي سرية عليكم انتم كمان يعني عليكم على الطرف التاني يعني كل واحد مخبي مشاعره عن التاني يارب تكونوا فاهميني وتكونوا واضحة يا رفت اوضح يعني مش عارف كل حد فيكم مش عارف الطرف التاني بيفكر في اي شايفاك برج الميزان مش عارف تعمل اي حاسس بحضن شايفا الحضن اللي عندك ده في الفترة دي بشايفاك بيخرج في صورة عطبية شوف برج الميزان انا هقولك على حاجة انت انا شايفاك مجروح من الشخص ده كتير جدا هو في حاجة انا شايفا حتى الشخص التاني انا شايفا احساسه بالزعل اقوى منك لان هو عنده مع الزعل ده انا شايفا في عنده ندم انا شايفا ندمين جدا فشايفا ان هو بيعيش احساس اصعب من احساسك وشايفا في نفس الوقت عايش معاناة من حاجات كتير شايفا عند بعضكو يا برج الميزان في بينك وبين الشخص ده او بينك وبين الطرف التاني ده في اشخاص مشتركة يعني ممكن يكون عند البعض منكو انتو جرين او او في تعارف ممكن نقول عليه عائلة يعني ممكن عائلتك وعائلة الطرف ده بيعرفوا بعض لاني شايفاك بتشوفه احيانا بس مش بتتكلمه في مراقبة من الطرفين ايوا في مراقبة من الطرفين شايفاك برج الميزان بتعرف عنه شوية حاجات بس شايفاك برضو متضايق يعني انا شايفاك يا برج الميزان عايز تدخل في تفاصيل واكتر او عايز تعرف حاجات معينة في دماغك غير اللي بتسمعها شايفا كمان غيرة غيرة من ناحيتك على الشخص ده يعني شايفاك انك حاسس ان الشخص ده من حقك من حقك ان انت تعرف عنه كل حاجة شايفا عند البعض كمان الطرف التاني بيكتم مشاعره اللي هي برضو قوية يعني انا شايفا حبه قوي جدا جدا للطرفين بس مش بيفكر كتير في شكل العلاقة شايفا بيحلم يكون معك شايفا الطرف التاني بيدعي ربنا بعضوك يا برج الميزان شايفا مل من الانتظار يعني في البعض منكو قرر يبعد او يختفي تماما من قدام الشخص ده لان شايفا البعض ممكن يكون بيسافر ويرجع شايفا مش واثق في مشاعر الطرف التاني اصلا يعني انت زي ما قلت هي العلاقة عند البعض منكم ممكن تكون سرية عليكم تول اتنين يعني هو اللي بينكم احاسيس ممكن تكون حاسس من ناحية ان هو بيحبك بس انت مش متأكد العلاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي في الغالب هي مع ابراج نارية شايفا بعدك يا برج الميزان ان كان عندك ممكن البعض منكم يعني كان عنده تجربة قبل كده او اتخدعت فيها انجرحت فيها ممكن يكون من الشخص ده نفسه في السابق وممكن يكون من حد تاني شايفا ان انت خايف ان ده يتقرر في العلاقة دي او تكون خايف يتقرر لو انت سرحته بس شايفا ان العلاقة دي هيكون فيها تواصل بس هياخد وقت شوية بالذات لو فيه طرف ثالث سواء عندك او عنده او انتو الاثنين في الغالب العلاقات اللي فيها طرف ثالث انت عارف ده يعني عشان اللي بيسمع مش كل العلاقات او مش كل برج الميزان فيه طرف ثالث لا انا بتكلم هنا انا بتكلم عن علاقة اصحابها هم عارفين ده عارفين ان فيه طرف ثالث انت عارف ده والشخص التاني عارف عنك ده خلاص كده اتفقنا ان طرف تاني دي او طرف ثالث دي هي مش منطبقة على القل اه بعضكو انا شايفة ان الطرف الثالث عنده هو الاهل اه فيه تدخل شفت شايفه من اه ممكن تكون ستة دي ممكن تكون الام اه وممكن تكون من طرفك انت يا برج الميزان اه او الطرف الثاني برده اه يعني اه شايفة التدخل من الاهل ده هو رفض العلاقة دي تماما يعني رفضها خالص اه او ممكن نقول ان موضوع الاهل ده تسبب في هدم العلاقة دي اه شايفة البعض من موليد برج الميزان اه بعدكو اتعرض لخيانة ممكن تكون من ابراج هواية او مائية اه وممكن يكون العكس برده يعني انت اللي خونت الطرف الثاني برج الميزان اه اللي بيسمع الكراءة كل واحد عارف حالته اه العلاقة دي ممكن نقول ان الانفصال فيها حصل اه شايفة حصل من من شهور يعني ما بين ستة لثمان شهور عند البعض شايفةها وصلت لمحكمة او انت اللي بتطلب او انت بتطلب العدالة في العلاقة دي اه شايفة فيه طرف اتعرض لزلم كبير اه لاني شايفة مشاكل كتير جدا حصلت وفضلت تتصاعد وتكبر من من ولا حاجة يعني اه مشاكل بدأت اه تقريبا حصل تدخل ناس اه شايفة المشاكل ابتدت تكبر من كل ناحية لكن البداية بتاعتها كانت هو لا حاجة او كانت حاجة بسيطة لكن اه فيها بس شايفة تتصاعد تتصاعد بشكل غريب يا برج الميزان بعضها كان اه اه فيها شكوك فيها غيرة بعضها كان ممكن يتحل جدا في بدايتها خالص اه في البعض عندكم كان السبب مادي اللي في الحالة دي برج الميزان انت بتعيش حالة حزن شايفة بتعيش حالة حزن كبيرة جدا وشايفة منطوية على على نفسك وعلى الذكريات اه اه بعضكو برج الميزان الطرف التاني برضو شايفة بيعيش ندم او لسه هيمر بحالة ندم اه اه شايفة عند البعض خلاص انت اديت دهرك للعلاقة او الطرف التاني هو اللي ادي ده دهره للعلاقة اه مش عايز مصالحة خالص اه شايفة قفلت على قلبك بس انا شايفة فيه نسبة رجوع يعني برغم كده انا شايفة فيه نسبة رواية كبيرة اه بيعني برغم السيناريوهات يعني انا قلت الكراءة اللي قدامي بكزا بكزا شكل عشان تنطبق على الغالبية ان شاء الله اه ده بالنسبة للمطلقين او المنفصلين وده غير السيناريو اللي قلنا في اه في الاول اه عن العلاقة اللي ما فيهاش اي اعتراف دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول اه شايفة فيه تواصل اه في العلاقة دي الجماعة هيكونوا عن طريق شخص مشترك بينكن بالاثنين فاهميني فاهمين انا بتكلم عن ايه العلاقة اللي فيها طرف تالت اه اللي ما فيهاش اعتراف بس انتو الاثنين بتحبوا بعض شايفة هيكون فيها تواصل عن طريق شخص مشترك اه بينكو انتو الاثنين يعني ايه شخص مشترك يعني شخص انت تعرفه والطرف التاني برضو يعرفه اه هو الطرف ده مش هيوصل كلام يعني مش هيوصل كلام منك ليه او منه ليك لا بس هيكون سبب سبب بشكل او باخر يعني بس مش مش هتستخدموه الشخص ده مش هيكون مستخدم من اي حد فيكو اول موضوع هيحصل ممكن بالصدفة هيكون سبب انكو تتكلمه او على الاقل هي الطرف التانية برج النزان هيبين حبه ليك ده ممكن يحصل في الفترة زي ما قلنا ما بين منتصف شهر يونيو اه لمنتصف شهر يوليو ان شاء الله اه علاقة برج الميزان بالابراج الترابية اه شايفة ان في علاقات كتير بالرغم انك قفلتها او هو وشايفة السبب عند بعضكم ان مفيش جدية في العلاقة اه شايفة اكتر حاجة مسيطرة على طاقة برج الميزان الفترة دي انه مش قادر ياخد قرار يعني انت برج الميزان القراءة عندك فيها كمية تردد كتيرة انت تعبين جدا اه طاقة تقفضي في حاجات كتير انت مش قادر تميزها اه في عندك افكار متناقضة اه بالتالي بناء على ده كله فانت مفيش استقرار نفسي اه حتى عند البعض نفس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة يعني في ناس عدم الاستقرار ده موجود في العلاقة نفسها في علاقات انا شايفها مش مستقرة اه رايحة جاية حتى مع المرتبطين يعني اللي في علاقة زواج شايفة العلاقة رايحة جاية ما فيهاش اه ما فيهاش اي استقرار اه مش مع المنفصلين بس اه شايفة برج الميزم سيطر عليه في الفترة دي تقتل هوائية قوي يعني انت ساعد برج النزام بيسيطر عليك اسم البرج بتاعك اللي هو النزام بتبقى بس ممكن من كتر ما انت بتتحمل اه ودي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت انت بتتحمل حاجات كثير بتعاني كتير بتيجي على نفسك في حاجات كتير بتحس انك ممكن تساعد اشخاص كتير او تتحمل ردود افعالهم وبالتالي بيجي عليك فترة بتكون صعبة عليك وعلى كل مش عليك انت لوحدك عليك وعلى كل اللي حواليك اه لان طاقتك بقى الهوائية بتظهر انه من كتر الضغوطات اللي انت تعرضت لها اه بيبتدي التفكير يبقى فيه تهور بس انت في حاجة هتكتشفها الفترة دي والحاجة دي هت اه هتتوضح او هتكون اجابة علي اسئلة كتير بتدور في دماغك يعني انت من ضمن الافكار اللي في دماغك فيه اسئلة اه في حاجة انت هتكتشفها في الفترة دي هتكون رد على الاسئلة اللي في دماغك دي اه شايفة فيه رجوع وارتباط مع ابراج اه نارية وبقوة لاني شايفة علاقة حب قوية غير ان هي علاقة حب قوية انا شايفها منزهة يعني ايه يعني علاقة كده فيها اه حب حب الشخص لنفسه يعني شايفها منزهة من اي شهوات بمعنى اصح لو قدر توصل ولو فاهمين انا اقصد ايه انتو الاثنين بتحبوا بعض حب اللي هو بنسميه الحب اللي حقيقي اه لكن العلاقات السلسية اللي فيها طرف اه اللي فيها طرف برج وناري انا شايفة اه اه يا برج الميزان اه ان القدر او ربنا هو دس اللي يقدر يجمع بينكم لان لو حصل تدخل منكم اه وده ممكن يكون اجابة على التردد لان انا شايفك يا برج الميزان متردد كتير او الطرف التاني هو اللي متردد كتير في حاجة بتاعكم في حاجة انتو خايفين منها في حاجة ما ينفعش تقدموا عليها وده فعلا هنا هو الظهر عندي اه لو حصل اي حاجة منكم انتو غير غير التلميح او غير انك تعرف زي الحاجة اللي انا شفتها في البداية في الشخص اللي بينكم اللي هيخلي العلاقة تقرب شوية بس مش لازم ان هي تقرب جدا او مش لازم ان انتو اللي تتصرفوا في ان العلاقة دي تنتهي بزواج او كده لان انا شايفة هنا فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية اسفة ان انا اقول كده بس هي دي القراءة اللي قديني لو انتو اتصرفتوا من نفسكم فيها تكون خسارة كبيرة لحاجات ثانية انا هنا بتكلم عن سيناريو معين عن علاقة معينة ما بتكلمش البرج الميزان كله زي ما قلت لازم الطرفين يتأكدوا باي شكل يعني ولو بتنميح لان انا شايفة ان برج النزيم محتاج جدا انه يتأكد رغم ان هو بيحس بدا بس يحتاج جدا ان يتأكد ان الطرف التاني هو كمان بيبادله نفس الاحتسارة رغم ان هو حاسس شايفة ان ده هيحصل قريب زي ما قلت بمساعدة شخص تالت مشترك بينكوا شايفة انكم بتحسوا ببعض احساس قوي جدا برغم ان ما فيش مصارحة فعلية وزي ما قلت ان المنع اقوى منكم انتو الاثنين العلاقة دي محتاجة صبر شايفاها تتحلل وحدها يعني اللي هيسأل هي هتتحل او مش هتتحل هي هتتحل بس من عند ربنا مش انتو لو انتو اللي عملتوها هيبقى فيها خسارة لحاجات لحاجات بانية كتير وادام خسارة يبقى حاجات هتوجعكم يعني ادام ظهرت في صورة خسارة يبقى هي حاجات هتوجعكم فبالتالي العلاقة اللي انت عتشلها بعد كده او الحب اللي بينكم بعد كده او لو حصل الصباط ناتج عنه خسارة في حاجات تانية مش هيكون فيها راحة يعني مش هتكونوا مش هتكونوا مبسوطين بالعلاقة وبالتالي هيأثر عليها فأكيد ده اللي مش ده اللي مش عايزينوا ليها يعني بعضوكم بقى يا برج النزان اللي بيتعامل في الحب بدماغه شايفة فيه بعضوكم بيتعامل بدماغه زيادة عن اللذوم انت فيه حاجات كتير شايفات فاهمها غلط وهتضيع العلاقة بتفكيرك الغلط يعني فيه حاجات كتير انت بتتعامل بدماغك ازاي يعني كتير لاغي قلبك كده وتتعامل بالذكاء يعني لا انا مش هرجع عشان اللي احسان يكون هو بيفكر فيه كزا فانا هعمل كزا لا فيه حاجات كتير عندك غلط مش مستح انك بتتعامل بدماغك طول الوقت في العلاقات العاطفية عندك شكوك كتير عايز اقولك ان احنا في الحب بنسمع كلام قلبنا شوية كلام قلبنا شوية وعقلنا شوية مش قلبنا بس ولا عقلنا بس ده بالنسبة لللي بكلمه هنا اللي بيتعامل في العلاقة بالشكل ده بدماغه شوية المنفصلين مع ابراج هواقية شايفة فيه هيكون رجوع ان شاء الله بس فيه رجوع بشروط وفي الغالب الشروط ديت هكون من ناحيتك انت يا برج الميزان انت فيه حاجات شفتها في العلاقة دي يعني انا شايفك اه اتعرضت اللي خزلان اه انت عملت مجهود كبير جدا في العلاقة دي اتقابل اه اتقابل يعني شايفة اتقابل بممكن نقول مش غدر بس قل التقدير اه فانت قررت لو لو فيه رجوع هتكون يعني هتحطله شروط او هتكون هتكون عايزه بالشكل اللي رايحك انت اه اه اقراءة موفقة يا برج الميزان اه ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد وهستنى تعليقاتكو عن الفيديو ان شاء الله اه شكرا للمتابعة برج الميزان اشتركوا في القناة